أهلا بحضراتكم مين جديد وفقر الترند الترند طبعا الترند الترند النهاردة هو نتيجة مباراة الأمس فوز الأهل على المريخ السوداني في أولى مباريات المجموعة بالنسبة لمباريات الأهل وانطلاقة قوية صدارة المجموعة سلاسة أهداف أداء مميز وأداء رائع جدا الكل بالطبع كان بيتكلم عليه بشكل موضوعي وبشكل جيد جدا فوز الأهل بالأمس كان فيه جابيات عديدة وفيه تفاصيل كثيرة لكن في ظل ما انت كسبان وراجع بالبرونزية ومحاقق السلسية وكسبان مباريات فريل مريخ السوداني بسلسة أهداف وعمل انطلاقة قوية لازم كده يعني إيه يطلع لك حد بكلمتين ما لهمش أي معنى وللهم أي لازمة عشان يركب الترند ما هي الناس مصرة أن هي تعمل حالة في أي شيء سلبي مش في أي شيء إيجابي يعني بالأمس أحد الأشخاص اتكلم على أحد لاعبي النادي الأهل وتكلم بأسلوب غير منطقي وأسلوب سلبي ولا هنفتح الدفاتر ونتكلم على القديم وأسلوب بصراحة لا يليق خالص ولا يكون لا علاقة بالموضوعية ولا بالمهنية لأن احنا لو نمشي بنفس السياق ما احنا منظومة إعلامية لازم ندافع عن النادي الأهلي وندفع عن لعبة النادي الأهلي وأي حد هيتكلم عن لعاب النادي الأهلي بشكل خاطئ بشكل خاطئ لازم نرد ولازم ندافع عن لعبتنا لأن اللعبة دي بتمثل صروة بالنسبة للفريق وبترتدي تشيرت النادي الأهلي لكن لما يطلع حد يتكلم بشكل غير موضوعي ويقول هفتح الدفاتر الأديمة ما احنا ممكن نفتح لك الدفاتر الأديمة سهلا لكن ده مش هيبقى شكل موضوعي ولا تقييم مناسب للحالة اللي احنا بنتكلم فيها والحالة اللي ظاهر فيها الأهلي الأهلي راجع ببرونزية الأهلي مبارح بيبدأ مشوار الافريقي بسلسية الأهلي بحقق سلسية لموسم الماضي مباراة الأمس فيها تفاصيل فنية كتير لو انت ما عندكش مادة إعلامية تتكلم فيها هتحد فني يشرح لك التفاصيل اللي كانت فيها مباراة الأمس عشان تملى الهوى وتملى المساحة اللي بتتكلم فيها لكن تقول هفتح دفاتر ومش دفاتر والكلام لا يليق وغير منطقي وبيمس لاعب النادي الأهلي أو أحد لاعب النادي الأهلي ده لا يليق بأي حال من الأحوال ومش هنسمح بده ولو حد فكر أنه يتكلم على أي لاعب باللاعب النادي الأهلي سهل جدا نفتح دفاتر لأن أحد الأشخاص اللي يتكلم مبارح دفاتره كتيرة وموضوعاته كتيرة وممكن نفتح ومن النهاردة نقعد لغاية آخر السنة احنا لسه في أول عشرين وواحد وعشرين ممكن نقعد سنة كاملة نتكلم فيها لكن احنا مش هنعمل ده لأنه هو مصر عايز يكون حالة عبر السوشيال ميديا والناس تحس بيه من تاني ممكن بعد فترة كده الناس ما بقيتش تشوفوا الحالة اللي بيتكلم بيها أو الأخبار اللي عندها أو الموضوعات اللي عنده الناس ما بتهتمش بها لأن الكلام كله اللي عنده يعني ما فيش حاجة تفيد المشاهد فحابب يتكلم في موضوعات وأمور فرعية لكن اتكلم في أي أمر فرعي ده شيء يخصك لكن عند النادي الأهلي ولاعب في النادي الأهلي ده لا يليق ولا نسمح بيه لا يليق ولا نسمح بيه وبالمناسبة النادي الأهلي مش بيفكر إلا في الفترة اللي جاية والنادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي مش هترد لأنها عندها منافسات وعندها مباراة إفريقية قوية الفترة الجاية النادي الأهلي عنده استحقاقات الفترة الجاية عنده مباراة سيمبة بينافس على الدوري عايز يوصل للبطولة العشرة لو الإعلام أو أحد الأشخاص مش شايف الفترة اللي فيها النادي الأهلي لأنه خدوا بالكم الكلام مش مبناسبة إنبارح بس هو بقاله فترة بيتكلم عن النادي الاهل كتير ونفس في مرة يلاقي مرة يعني كلمة أو جملة الناس تستفيد بيها لكن كل الكلام يعني لا هيفيد الاهل ولا هيفيد جمهور الاهل بل بالعكس انت بتعمل اصارة وبتعمل موضوعات لا طليق لا بسنك ولا بالموضوعات اللي بتتكلم فيها ولا بالمادة اللي انت بتقدمها ولا حتى باسم النادي الاهل ولا عيب النادي الاهل فانا هكتفي بهذا القدر في هذه الجزئية اشتركوا في القناة